يعني كنا كلمنا مبارحة على حالة الفنان عبد الرحمن أبو ظهرة وكانت مي أبو ظهرة دخلت معانا وقالت ادعوله في العناية المركزة وحالته متدهورة ومش بيرضى يأكل ولا يشرب ولا يعني كان حالته صعبة شوية ولكن النهاردة أسرة الفنان أبو ظهرة أعلنت نقله إلى مستشفى الجلاء العسكري بعد تدهور صحته خلال الساعات الماضية الأسرة اتهمت إدارة المستشفى اللي كان يعالج بها من كسرف الحوض بأنه هو أنها السبب في تدهور حالته داخل المستشفى وبالتالي نقلته لمستشفى الجلاء العسكري يعني تمنى إن شاء الله أنه يأخذ يعني عناية أفضل في هذه المستشفى وأكيد الدولة كلها هتهتم برعاية الفنان الكبير عبد الرحمن أبو ظهرة يعني طبعا وضعه في العناية المركزة بيبقى معناه أنه هو حالته حرجة وقصة أنه هو كمان مش راضي أنه هو يشرب ولا يتناول الطعام وأصيب بجفاف وفقدان للوعي وده اللي قالت هلنا مين بارح النهاردة الكلام طالع للسان موسيقار أحمد أبو ظهرة بأنه هو يعني غير راضي عن العلاج أو علاجه داخل المستشفى اللي هو كان فيه وقال إن الأطباء لم يتابعوا حالته حالته طول وجوده في العناية المركزة وإنهم أحملوا في حالته مما أصبه ببكتيريا داخل العناية المركزة فتم نقله فنتمناله طبعا حالته تتحسن ونتمناله الشفاء وطبعا بندعم الأسرة وربنا معاكم في هذا الوضع الصعب وكل دعوات الناس للفنان الكبير عبد الرحمن أبو ظهرة